قلد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح مجموعة جديدة من الضباط رتبهم بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش وهنأ وزير الدفاع الضباط الجدد بمناسبة حصولهم على ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه داعيا الضباط المقلدين للمحافظة على قسمهم ووضع مصلحة الوطن والمحافظة عليها والذود عنه نصب أعينهم داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على الوطن الغالي تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو للعهد حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء